مش عم صدق إنه مرأة سنة على الانفجار بهالسنة مراحت ولا أي ذكرى منا من بالي عم يرجعوا الذكريات يرجعوا من أول وجديد يبرموا براسة إن كان وقتا كنا يوم الانفجار ووقتا اللي نزلنا خبريات العالم عم يرجعوا يبرموا براسة ويرسموا مثل القصة أو فيلم بذكرتي كأنه مبارح المدور تعتبر بوج المرفق ما في شي حدود قدامه ما في بنيات كبيرة ما في حواجز ما في شي بس البنيات السكنية أيام نطلع من البيت دموعنا على بعيوننا يعني في شخص كان يقللي إنه رحمة إلهية بس قدرة تتخلصوا من الانفجار الحمد لله لاحظة الانفجار ما بتنتسق أكيد ما بتنتسق أمرار بكون واحدة قاعد مطرح ما كان أولا طلع الانفجار يحس كأنه الباب بدي يرجع إذا فيه مرة تانية ويسمع الصوت مرة تانية مدى الزمنية كأنه مش أبارح كأنه من شوية طلع الانفجار كان ممرض مع أطباء بلا حدود سلامنا منطقة الكارانتينة كان معنا أسعاف أمبيلنس مثل موبايل كلينك يعني عم نغير فيها على الجروحة عم نقدم فيها مساعدة الطبية لخدمات الأولية يعني للجرحة حاجة كانت كتير كتير كبيرة ما بعرف قدي غطينا من الحاجات بس كان فيه شي عند قلب الإنسان من جوا ما كان فينا نقدر نحن نصلوا يعني يلي هي موضوع المشاعر وموضوع الأزمة النفسية اللي صارت بعض الانفجار قصة أربعة قاب هي مش شي بتذكره هو شي كل يوم بعيشه لأنه الطريق كل يوم باخده سو هذا طريق شغل بيت بحستها كتير قريبة بحس كل يوم كلما يطلع صوت بتذكره بحس كلما أمره بتذكره شي كتير قريب لأنه بلبنان مش أنه طلع انفجار وخلصت كل يوم كل يوم عم نعيش مليون كارثة يعني كلهم ورا بعضهم طعم ما عم نلاحق نستوعي بوحدة نبلش بالتانية في شي أبعد من الضرر المادي من المباشر اللي ممكن واحد بيشوفه بعينه في شي أظن بجواد كل حدا مننا في شي ناقص في شي أقوى مننا عم بيخلينا نحس أنه يعني مؤثر فينا وحيبقى مؤثر فينا لكتير لوقت لقدام طلقينا نداء من المنظمة أنه ننسى كمتطوعين على مارمخايل والكارنتينا كان الهدف الأساسي طبعنا نعمل تقييم جزء للمنطقة لنشوف الحاجات طبع المنطقة هون اللي بتقدر منظمة الأطباء بلو حدود تأمنها طلنا على الأرض وجينا لهون على مارمخايل ورحنا على الكارنتينا وكان المشهد الكارثي يعني المنظر والأبنية المهدمة والناس اللي عم تيجي لعننا حتى تتغير على الجرح تبعها فكانت حالة حرب يعني عيادة أطباء بالحدود هي هذا المطعم اللي كان مدمر فرتبنا المكان على أساس أنه يكون عيادة مؤقتة وبعدين انطلقنا وبلشنا يعني سنة من بعد الانفجار بعده أثر الانفجار واضح جداً بمارمخايل شي بزاعل يعني بس بعد في بيوت كأنها متروكة على أرجح أشخاص ما عندها الإدرة حتى أنه ترجع ترجع على بيوتها يعني هيدا الشي بزاعل في عنديك عالة يمكن خسرت أشخاص كتير قرب لألة عزيزين على قلبها ما بدها ترجع هول بيوت وعنديك أشخاص بيوتها تدمريت وراح تذكرياتها ومش قادرة ترجع لا تعمل بيوت ولا تعمل سكريات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة